لما الإنجاز يحصل كلنا بدل ربط عظيم سلام لكن لما لعيب يؤدي دوره ويتعب ويتعب تعب كبير ويكون كل مصر بتقول إن الفرقة دي تعبت أكيد ده شرف لينا الفرقة دي ما خدتش مدليا بالعكس كل مصر كانت عايزاها تاخد كل العالم بجد كسب واحترام العالم كله كسب واحترام العالم إن مصر لأول مرة في تاريخ الألعاب الجماعية والعربية توصل إلى المربع الدهبي للأولمبياد مش عايز أطول عليكم مش هطول عليكم الكلام لكن أقول لكم إن منتخب اليد بجد شرفنا في الأولمبياد شرفونا وأحلى حاجة إن في كلامهم وكل التصريحاتهم بيقولوا إحنا كنا راحين نلعب على الدهب يعني اللعيب خارج من مصر عارف قيمة البلد وعارف قيمة نفسه وعارف هو عايز يوصل إيه تخيلوا لما كل وكالات العالم الأنباء في العالم والصحف العالمية تكتب عن منتخب مصر لكرة اليد ما أدراك ما الكيب الفرنساوي تكتب على منتخب مصر لكرة اليد غزات كوكب كرة اليد في 2021 العنوان ما فيش أحسن من كده عايز أحكيلكو حاجة سريعة وأنا بسمع فرادج وساعة منتخب مصر ما كان رايح يقابل منتخب فرنسا لقيت الزميل الإعلامي الكبير عثمان أبازة فرادج بيقول إن واحد صاحبه كلمه من فرنسا بيقول له هو عندنا منتخب بيلعب في دور الأربعة أو هيتأهل لدور الأربعة فقال له عندنا منتخب مصر بيلعب في دور التمانية قال له تخيل إن كل الصحب وكل الناس أحدثها في فرنسا عايزة تقابل منتخب ألمانيا مش منتخب مصر تخيله إن إحنا وصلنا الحمد لله ده حاجة رائعة إن منتخب مصر بيتعمله ألف حساب بجد لازم ندرب تعظيم سلام لمنتخب اليد ولتاريخ كرة اليد المصرية تحيزا وبالنتائج لإن فعلا نتائج كرة اليد المصرية على مدار التاريخ بجد شرف لنا كلنا خلينا دايما مع منتخب اليد اللي إن شاء الله بإذن الله في الأوليوبيات الجاية وفي كاس العالم اللي جاي بإذن الله مدليا ترجمة نانسي قنقر